موسيقى استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز البطريارك ماري بشارة بطرس الراعي بطريار كونتاكيا وسائر المشرق للموارنة وجرى خلال الاستقبال استعراض للعلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان والتأكيد على أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذي العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم هذا واستقبل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري البطريارك الراعي في مقر إقامته بالرياض أكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية عمر تشيليك اليوم أن انضمان بلاده للاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لأن الأخير من أكثر شركاء تركيا استقرارا للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة.com موسيقى